يبقى بدأنا بالعافية و شفنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في جدوى اليوم شفنا لما كان حد يدخل الاسلام النبي يقول له قول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني و هو بيعلم الصلاة حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء بين السجدتين و شان احنا بنسجد كل ركعة فيها سجدتين اتنين ما بين السجدتين دول فيه جلسة الجلسة دي بنقول فيها اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني جميل لما كان يصلي الجنازة النبي كان ايه دي يقوله اللهم اغفر له للمتوفى يعني و ارحمه و عافه و عفو عنه يبقى بيدعو ايضا للمتوفى بالعافية لما كان يذهب لزيارة القبور و و دعانا الى زيارة القبور النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على زيارة القبور فقال حديث في البخاري كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد عليه الصلاة والسلام في زيارة قبر امه الا فزوروها زوروا القبور يعني فانها تذكر الآخرة ففي صحيح مسلم امنا عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام طب انا لو زورت المقابر رحت زورت القبور اقول ايه فقال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين و يرحم الله المستقدمين مننا و المستأخرين و ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا و لكم العافية يا الله ده العافية دي في كل حياتنا حتى حتى لماذا بندعله بالعافية حتى لما بنروح نزور القبور الاموات بنسأل الله لنا و لهم العافية شوف فقال لك حياة النبي كلها كان بيسأل الله العافية و علمنا ان نسأل الله تبارك وتعالى العافية حتى الاموات بيدعلهم بالعافية حتى لما نروح نزور المقابر نسأل الله لنا ولكم العافية فأين نحن من العافية